سلام وصفتنا يحضر ووصفة يبغيها الكبير والصغير أما الكبير فاكت حيفيد تكريات تمنها في المحلابات الرخيص ودائما مجوج بالميل فاي ولا الحرشة كي تسقى بالسيرو الحمر ولا الخضر تذكير رايتنا المغربية وإلى آخر شيء من المدراسة ولا الكوليج ولا الجامعة وجاتك سيجوعة بعد الخمسة كاس ولا جوج منه كبير كي يبرد لك الجوف وكي معوتكم دائما دائما لصفة بالإفادة إذا نعرفوا كي نديرو نخمره هذا الحليب هذا باش يعطينا الرايب ترويب ولا تخمير ديال الحليب كي يقلل لنا من مستوى ديال السكر ديال الاكتوز وهذه البكتيريا اللابانية كتحرر واحد حمض اللاكتك ولا الحمض اللاباني اللي كي يخفض البيئاش الربعة فصيلة ستة وهذا الشي باش كي تجلط لنا الحليب وكي يقول لي رايب وغادي تحتاجي لهذا الوصفة الحليب ديال سفر في المياه اللي ما فيش المواد الدهنية يطرو اللي غادي تخضي وضروري ما تتبعي هاد المراحيل هادو اللي غادي نقولهم لك باش يصدق ليك هاد الرايب ضروري ما يكون الحليب ديالك تاجج ولا عطري ولا جديد ماش يقديم غادي تحطي الحليب على نار متوسطة حتى كيوصل المرحلة ديال الغلايان وغادي تخليه حتي برد وبلما تغطيه وبلما تحركيه ضروري ما تتبعي هاد النصائح والترويب ديال الحليب هو احسن طريقة لاستهلاك دياله لحقاش كيما قلت سابقا كيهبطلك من تركيز ديال سكر لاكتوز اما البكتيريا اللبانية اللي في فيها كتحفظ على توازن الامعاء وهنا غادي ناخده لياغورت الطبيعي ديال 0% انا عندي ديال 650 جرام ما كاينش في الحكاك كيما كتوفو معايا فاخدت واحد الحك وعمرتو حتى للفوق بهاد دانون الطبيعي وضروري ما تاخدو بحرارة المطبح غادي تحتاجو الجوج ديال الحكاك ديال دانون غادي تاخدي الحليب ديالك اللي غليتي وتصفيها لهاد الشكل هادا ضروري ما تصفي وحاولي انك ما تحركيش بزاف بزاف لحقاش ديك فاش نغليوه كتكون فيه واحد البكتيريا النافعة وهي اللي غادي تعطينا هادك الترويب وغادي تزيدي عليه فاش غادي يبرد مزيان غادي تزيدي عليه دوك الجوج حكاك ديال دانون الطبيعي على هاد الشكل هادا اللي بحرارة المطبخ وغادي تخلطي مزيان مزيان باش يتجانسو وغادي يتروب ويولينينا رايب ضروري ما تعقمي دوك الكووس ديالك اللي غادي تديري فيهم داك الرايب ضروري من التعقيم باش كيحفظ على ديك البكتيريا وهنا غادي تجيو تقولي لي يا كريمة كيفاش غادي نعرف بلا الحليب راه برد يا اما غادي يكون عندك مزال حرارة خاص يكون 30 دراجة وصل 30 دراجة او غادي تخضي السبع ديالك على هاد الشكل هادا وتحشيف داك الخليط وخاصكي مني حرقكش في السبع ديالك تجيوك الحرارة عادية كيم على هاد الشكل دونك في هاد الوقت هادا غادي تخضي لالوش ديالك ولالمغيرفة ديالك وتبدي تعمري في دوك الكويسات ديالك على الجهد اللي بغيتي نغمال مورا هي طرو وجوج ديال الحكاك ديال الياغورت الطبيعي راكي خرجو لك ما شاء الله واحد العشراء ولا اطناش الكاس وارا ما تبرعي العائلتك في هاد الرايب الزوين واللي الصحي واللي طبيعي واللي ما كيغلطش وما تخافيش على الكيلويات ديالك وما فيه لا سكر طبيعي ولا حتى شي حاجة غادي تخضي واحد طاوة ولا كوكوت اللي كتصد محكمة الغلق على هاد الشكل هادا واللي واسعة هادي تبدي تحطي فيها دوك الكوكوس ديال الرايب على هاد الشكل الواحد تلو الاخر وهالطريقة هي اللي غادي تساعدنا على تخمير ديال الرايب ديالنا ولا الحليب ديالنا قبل ما يولي رايب ضروري ما تخضي واحد طاوة اللي محكمة الغلق كما قلت سابقا صافي هنا يرصيت هادوك الكوكوس ديالي تقريبا كاملين بقاولي غادي جوج ديال الكوكوس وهنا غادي نبدا نغلي الماء ديالي حتى كيغلمت السيان وغادي نعمر ديك الطاوة ديالي وحاولي ما أمكن أنك ما تقيسيش ديك الرايب ديالك ضروري ما يوصل لك الماء لربع الكاس ربع الكاس كنعاود وكنأكد على ربع الكاس ديك الماء الغالي مزيان كيما كتشوفي على هادشكل هادا دونك كتعمري غادي هتا الربع الكاس جهد ديال ربع الكاس ومن بعد غادي تسدي على هادشكل كيما وريتك ومن بعد غادي تسدي الطاوة ديالك على هادشكل هادا وغادي تزدي لها أنا زدت لها البابي بلاستيك كيما كتشوفوا معايا على هادشكل باش ما يدخلش ليها نهائيا لأكسيجان وتحكمي في ديك العملية ديال التخمير ضروري يا البنات من بعد ما درت لها هاد البابي بلاستيك كيما كتشوفي معايا غادي نردع لها واحد لغطيها غادي نغطيها مزيان مزيان وغادي نخليها 24 ساعة كيما كتشوفوا لغطيها على هادشكل دونك غادي نبدا نحيد داك البابي بلاستيك ديالي اللي درت اللي محكم الغلق وغادي نشوفو كيخرج لنا الرايب ديالنا وليني ما شاء الله جا رائع رائع وجا حسن من ديال المحلبات اللي عامر بالأدوية ما كتعرفوش باش مصايب عامر بالسكر هانتو ما شوفوكي جا ما شاء الله رائع دونك من بعد ما حي يطيلو داك البابي بلاستيك غادي تدخليه تلاجان يمدة خمس ساعات ولا ثلاثة ساعات ممكن انتشي مشكل ومن بعد زيني ورافقيه باش بغيتي انا هنيا رفقتو بالشريحة باش تعطيلو واحد سكر اللي طبيعي وبصحتكم وراحتكم اشتركوا في القناة